برهنت المرأة المصرية على وعيها السياسي ودورها الأساسي في المجتمع واستلهمت روح مشاركتها الفعلة في صورة 1919 فشاركت في صورتين العظيمتين ثم نازلت بكسافة سواء في الاستفتاء على الدستور أو في الانتخابات الرئاسية ممكن لأدي ندي تحية للمرأة المصرية ولا لا بسرعة حياتي منذ اليوم الأول لتنصيبه رئيسا للجمهورية ويكن الرئيس عبدالفتاح السيسي كل تقدير للمرأة المصرية زوجة كانت أو أم ابنة كانت أو أخت باعتبارها سر وجود المجتمع ولما كان لها من دور فاعل لا يخفى على أحد في ثورة الثلاثين من يونيو الرئيس السيسي وفي أكثر من مناسبة أكد أن بنات وسيدات النيل أثبتنا جيلا بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل أنهن طرف أساسي في معادلة الوطن وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته من هذا المنطلق وهذه القناعة العميقة بدورها في المجتمع كان تمكين المرأة أحد استراتيجيات الرئيس لبناء مصر الحديثة باعتبارها نبع العطاء والخير الذي لا ينضب وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن فلم يشتمل دستور عام 2014 على أكثر من عشرين مادة دستورية تضمن حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة وحسب وإنما أعلن الرئيس 2017 عاماً للمرأة المصرية في سابقة هي الأولى من نوعها فضلاً عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وبينما تمثل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية بلغ عدد الوزيرات في الحكومة المصرية ولأول مرة ثمان وزيرات كما وصلت نسبة مقاعد السيدات في مجلس النواب الحالي 27% ليس هذا فحسب بل أصبحت المرأة المصرية موجودة في مختلف المناصب القيادية تقدير المرأة في عهد الرئيس السيسي لم يقتصر على التمكين فقط بل امتد إلى الاهتمام بصحتهن فأطلقت المبادرات الرئاسية المختلفة التي تستهدف بالمقام الأول صحة السيدة المصرية كتلك المبادرة للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة والتي تثبت للعالم قدرة مصر على الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان هو عصر ذهبي إذن تعيشه المرأة المصرية دون شك تهتم فيه القيادة السياسية بكل قضاياها وتؤمن بأنها نصف المجتمع فهي الأم والزوجة والأخت والابنة ويتعين الاهتمام بها لضمان نهضة ونجاح المجتمع ككل اشتركوا في القناة